مشروع مركب تكرير السكر ببلدية الـ 14 ولاية بومرداسة من بين المشاريع التي تعاول عليها الدولة لضمان الاستقلالية في مادة السكر وهو ما أكده وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون خلال زيارة العمل والتفقد الأخير التي قادته إلى المنطقة حيث أوضح بأن مركب تكرير السكر الذي يتربع على مساحة 14 هكتاراً سيكون جاهزاً وسيدخل حيز الإنتاج قبل نهاية سنة 2024 المشروع الذي تمت مصادرته بقرار نهائي من طرف العدالة وجرى ضمه إلى مجمع مدار العمومية يتميز بقدرات إنتاج عالية بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات إذ تقدر الطاقة الإنتاجية المتوقعة 2000 طن يومياً من مختلف أنواع السكر مع توفير 1200 منصب شغلة بحسب التوضيحات التي قدمت للوزير عون من طرف الهيئات المختصة الجزائر تتجه لضمان سلسلة تكرير مادة السكر في انتظار توسيع عملية زراعة الشمندر السكرية الذي يعتبر مادة أولية أساسية لإنتاج السكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر